مئة وثلاثة أعوام مرت منذ أن أطلق العراقيون أكبر ثورة في تاريخهم الحديث لاستعادة سيادتهم وامتلاك حريتهم ولانعتاق من الاحتلال البريطاني وأحكامه الجائرة ثورة العشرين التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الدولة العراقية ووضعت أسس الحكم الوطني وأبرزت أهمية التكافل المجتمعي في صناعة التغيير والتصدي للمحتلين بأدوات بسيطة وإمكانية قليلة أهزم الثوار العراقيون القوات البريطانية وألحقوا بها خسائر فأدحى رغم تفوقها في العدة والعتاد إلا أن النضال الوطني عما خلال أيام قليلة أرضى العراق واتسعت الثورة على نطاق واسع وأجبرت بريطانيا على الرضوخ للمطالب الوطنية بعد أن أدركت أن احتلالها لبلاد الرافدين ليس مجرد نزهة وأن الروح الوطنية التي تعم أجواء هذه البلاد لا يمكن أن تغلب دخلت ثورة العشرين في شتى نواحي حياة العراقيين وألهمت أدباءهم وشعراءهم وأصبحت نبراسا للحركات والثورات التي حصلت فيما بعد وعلى إثر نتائجها بدأت تتبلور ملامح الدولة العراقية الوطنية ومؤسساتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ليس هذا فحسب بل أصبح العراق بعد استقلاله من أهم الدول الفاعلة في المنطقة وبما أن الحاضر ابن الماضي ووريثه تعلم الاحتلالان الأمريكي والإيراني من درس ثورة العشرين ولذلك سخروا كل الوسائل لضرب الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع العراقي عبر النعارات الطائفية والعرقية من خلال هندستهم لنظام المحاصصة بعد عام 2003 هذا النظام الجديد أكثر ما يخشاه هو امتثال الأحفاد لمنهج أجدادهم في ثورة العشرين لذلك كان الحراك الشعبي في السنوات الماضية ضد المنظومة الحاكمة منطلقا من مبدأ الوطني الذي استلهم فكرة النضال الوطني من ثورة العشرين وإن كان الزمان مختلفا وشكل الاحتلال وأدواته قد تغيرت لكن الذي لم يتغير هو الثورة ضد الظلم ونزعة التحرر الوطنية